ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بآلة حادة ليتابع صديقها الحالي ضرب الضحية بواسطة سكين على مستوى وجهه متسببا له في جروح غائرة جدا تطلب رتقها بعدة غرز طبية بمستعجلات المستشفى الجهوي ببان ملال وفور علمهم بالخبر هرعت فرق الدرك الملك بتيكزيرت بقيادة رئيس المركز إلى العرس المذكور وفي واقعة غريبة فرى العديد من المدعوين إلى الجبال مجاورة خوفا من اعتقالهم بسبب حالة السكر التي كانوا عليها ويضيف المصدر أن فرقة للدرك الملك باشرت الأبحاث بعين المكان فيما فرقة ثانية مشطت محيط العرس وفرقة ثالثة نفذت حملة تمشيطية بالدواوير المجاورة مما أسفر عن اعتقال المتهم كما تم الإقاع بالفتاة بواسطة كمين وجرى وضعها رفقة المتهم تحت تدابر الحراسة النظرية رين البحثة التي تشرف عنها النيابة العامة المختصة في انتظار عرضه مغدن الخميس على العدالة